قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يولي أهمية كبيرة لزيارته إلى المملكة العربية السعودية وأضف أن العلاقات مع المملكة في السنوات الأخيرة تطورت بشكل كبير فيما يتعلق بزيارة المملكة العربية السعودية فإننا نوليها أهمية كبيرة وهي بمعنى ما رد للزيارة التي قام بها إلى روسيا عهل المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين كانت تلك أول زيارة تاريخية ونحن في حقيقة الأمر نصفها بالتاريخية وهي كذلك فعلا وثمت أيضا أمر أرى من الضروري جدا الإشارة إليه وهو أن العلاقات بين المملكة العربية السعودية والاتحاد السوفيتي في العهد السوفيتي كانت على مستوى منخفض بقدر ملحوظ وخلال السنوات الأخيرة تغيرت نوعية علاقاتنا تغيرا جذريا نحن ننظر إلى المملكة العربية السعودية كدولة صديقة لنا لقد نشأت لدي علاقة طيبة مع الملك ومع الأمير ولي العهد أيضا وعلاقتنا تتطور عمليا في الاتجاهات كافة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر